موسيقى الكاموف 52 اليگيتر هي طائرة هليكوبتر هجومية تعمل في جميع أحوال الجوية تشغل قوات الجوية الروسية تم تطويرها من قبل شركة كاموف وصناعة الطائرات العمودية والكاموف 52 هي طائرة ذات مقعدين من نفس الطراز كاموف 52 القتالية ويمكن للطائرة المروحية كاموف 52 تدمير الأهداف البرية من الرعاة وغير المدرعة والأهداف الجوية متوسطة السرعة والأفراد في القطوط الأمامية وفي العمق التكتيكي ويتم نشرها أيضا كمنصة مراقبة ومركز قيادة جوي لمجموعة من طائرات الهليكوبتر الهجومية تم إطلاق أول طائرة هليكوبتر من طراز كاموف 52 في ديسمبر من عام 1996 وأكملت المروحية رحلتها الأولى في يونيو من عام 1997 وبدأ الإنتاج التسلسلي للطائرة كا في عام 2008 في مصنع بروغرس أرسل أبييشن في منطقة برايموري في روسيا وتخطط روسيا لتجهيد سفن الهجوم البرمائية الفرنسية من فئة ميسترال بمروحيات كا 52 كي وهي النسخة البحرية للمروحية كا 52 وفي ديسمبر من عام 2010 تلقى مركز القيادة التكتيكي 334 التابع لسلاح الجو الروسي في تورزوك ثلاث طائرات من طراز كا 52 حيث استخدموا هذه الطائرة ذات المقعدين في سلاح الجو كطائرة هليكوبتر في المهام الخاصة ابتداء وستحل هذه المروحية لحل أسطول الطائرات كا 50 بلاك شارك الذي يعمل في سلاح الجو الروسي وتشتمل الطائرة كا 52 على تصميم معدل قليلا لطائرة كا 50 تتميز المروحية بأنف أوسع وهيكل طويل بسبب قمرة القيادة المزدوجة حيث يجلس الطيران جنبا إلى جنب وتبلغ القواسم المشتركة بدا مروحيتين 85% تقريبا في تصميم قوام هيكل الطائرات وأنظمتها المختلفة ويبلغ طول المروحية 16 مترا وارتفاعها 4 أمتال و90 سنتيمتر ويبلغ قطول المروحية الرئيسي 14 مترا و50 سنتيمتر ويبلغ الحد الأقصى لوزن إقلاع في طائرة الكافة 10800 كيلو جرام تستوعب قمرة مقعدين اثنين من أفراد الطاقم حيث يجلس كل من أعضاء الطاقم على مقاعد طرد من طراز كيثة 7800M وقد تم تجهز قمرة القيادة الزجاجية الحديثة بشاشة عرض رأس هود بشاشة SMD66 متعددة الوظائف بخوذة بشاشة عرض توفر رؤية ليلية جهاز استقبال جي بي اس وتم تصنيع كابينة الطيارين في المروحية من قبل شركة فازاترون الروسية تخصصة بصناعة الرادارات وأنظمة الطيران حيث تم تزويدها بنظام تحديد المواقع الراديوي ونظام الملاحة والهجوم لطائرات الهليكوبتر وفي سبتمبر من عام 2012 وقعت روشن هليكوبتر عقدا طويل الأجل مع شركة رامونسكي ديزاين كومبني RDC لتوصيل محزمات إلكترونيات الطيران وكجزء من العقد تكون شركة RDC مسؤولة عن توفير حزم إلكترونيات الطيران المروحية من طرز K52 البردية وK52 كي البرمائية المتطورة من عام 2013 وحتى عام 2020 وقد تم تجهيز الجانب الأيمن من الطائرة بنقطة تعليق MPPU80 المتحركة المثبتة عليها المتحركة الأوتوماتيكي 2A42 من عيال 30 مليمتر ويمكن كذلك تركيب نقاط التعليق الخارجة الستة المثبتة على الأجنحات بمجموعة مختلفة من الأسلحة حيث يمكن أن تحمل الصواريخ فكر الموجهة المضادة للدبابات وصواريخ أتاك الموجهة الليزر وقاذفات B8 V20 لتطلق صواريخ S8 غير الموجهة من عيال 80 مليمتر فصاروق ذكر المضادة للدبابات يتراوح مداه بين 8 و 10 كيلومترات ويمكن تسليح طراز الكافي 52 بصواريخ الإقلافي الموجهة المضادة للطائرات ولم تخلو هذه المروحية من أنظمة ملاحة متطورة فقد تم تجهيز الكافي 52 بجهاز رادار مركب على الصاري فازوترون FH01 MMW مع زوجين من الهوائيات أو الأنتنة لتحديد الأهداف الجوية والأرضية ولتدعيم المروحية بنظام حماية فعال ضد الهجمات الأرضية تم تجهيزها بنظام التشويش الإلكتروني والإشعاعي ونظام استقبال موجات الرادار التحذيرية المضادة ونظام الكشف بالليزر للتحذير من الأسلحات الموجهة المضادة للطائرات ومستشعر التحذير من الصواريخ الحرارية ومنصات إطلاق الشعلات المشوشة بالأشععة فوق البنفسجية والمركبة على جناح وحية ويتم تشغيل الكافي 52 أليغيتر بمحركين توربينيين من طراز كلايموف VK 2500 يحركان محورين متعاكسين وينتج كل محرك قوة إقلاع قصوى تبلغ 2400 حصان وقد تم تجهيز المحركات بنظام تحكم كامل والمعروف باسم فادك يمكن للطائرة المروحية كان 52 أن تطير على ارتفاع أقصى يصل إلى 5500 متر وتبلغ أقصى سرعة لها 300 كم في الساعة والسرعة العملية تبلغ 160 كم في الساعة ويمكن للمروحية كان 52 الارتفاع بمعدل 12 متر لكل ثانية وتمتلك نطاق طيران عملي يصل إلى 460 كم في حين يبلغ المدى الأقصى للمروحية بحملها الكامل 1110 كم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة